اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي سعي الحكومة لزيادة حجم المنتج الصناعي لخفض فاتورة مستلزمات الانتاج التي تكلف الدولة حوالي 30 مليار دولار سنويا واشر الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري الى حرص الحكومة على ان يكفي الدولار السلع الاساسية اولا لافتا الى ان مصر تستورد 10 ملايين طن قمح سنويا اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي التزام الحكومة بتنفيذ كل مخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 واشر الرئيس خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الى اهمية عقد مؤتمر سنوي بشأن الاقتصاد المصري كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتعزيز مظلة الحماية لتخفيف الاعباء الاقتصادية العالمية على المواطنين وعدم تحمل المواطن لأي اعباء خلال الفترة المقبلة كما اكد حرصه على الحفاظ على تماسك الدولة المصرية مشددا على ضرورة توحيد ادبيات التعامل مع الواقع اعلن البيت الابيض ان الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك اتفق في محادثة هاتفية على العمل معا لدعم اوكرانيا ولقوفه في وجه الصين وقال البيت الابيض في بيان ان الزعيمين اكد على العلاقة الخاصة القائمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وبريطانيا وعزمهما على العمل معا لتعزيز الامن والازدهار العالميين وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا اضاف البيان انهما اكد على اهمية العمل معا لدعم اوكرانيا ومحاسبة روسيا اعرب الرئيس الاوكراني فلادمير زلينسكي عن امله في تعزيز العلاقات بين اوكرانيا وبريطانيا وذلك عقب محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك واعلن زلينسكي انه اتفق مع سوناك على كتابة فصل جديد في العلاقات بين اوكرانيا والمملكة المتحدة داعيا الاخير للزيارة اوكرانيا بينما اكد سوناك لزلينسكي دعم بريطانيا الراسخ لاوكرانيا توقع مسؤول اوكراني كبير ان تخوض بلاده وروسيا اشرص المعارك في اقليم خرسون الجنوبي الاستراتيجية الذي تسيطر موسكو على جزء منه ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الاوكرانية قول له ان الجيش الروسي استعدوا لمواجهة القوات الاوكرانية المتقدمة اكدت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون انه اذا استخدمت روسيا قنابل قادرة فسيكون لذلك عواقب واضف البنتاجون ان المناورات التي تجريها روسيا لقواتها النووية روتينية وانها ابلغت واشنطن باجرائها كما اعلن البنتاجون ان الجيش الاوكراني يحقق مكاسب في منطقة خرسون حثت المفوضية الاوروبية دول الاتحاد الاوروبية على تقديم دعم مالي عاجل لصالح قطاع الطاقة الاوكرانية بعد تدمير ما يزيد عن طلثه وقالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الاوروبي كادري سيمسون ان جوهر الامر يتمثل في حماية ورعاية عشرات الالاف من الاسر في اوكرانيا قبل هذا الشتاء اشتركوا في القناة مشاهدين انتهى موجة زوءات ساعة لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كودة ظاهر على الشاشة شكرا جزيلا على طيب المتابعة والان عودة لاستكمال ما تبقى من فقرات هذا الصباح مع زميلتي في الاستوديو دعاء وامال تفضل